السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم عاملين اي بحشتون يا رب كميع ان تكونوا بخير معاكو سارة مصطفى من مباخي ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض صنية بطاطس بقه بالخضار والفهيتة حلوة اوي 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 فيها كل القيمة الغذائية لولادك هتعجبكو جدا فليكم معايا نتابع المقاذير والطريقة لو اول مرة تشوفي القناة نزيب سرعة دوسي علي كلمة اشتراك وفعلي زر الجرس عشان يصلك كل جديد معايا كيلو من البطاطس مخصولة كويس ومسلوقة وهتقشريها وتهرسيها بالطريقة دي بالهرسة او بالشوكة او بمج اي حاجة المتاح عندك خلاص كده البطاطس بتاعتي تهرست لازم تكون مهروسة خالص بالشكل اللي انتو شايفينه ده نضصوا حتى بالشوكة ما فيش اي قطع فيها هنضيف عليها بقه اربع توابل معلقة صغيرة بابريكا ملح فلفل كوركم طبعا كل التوابل دي مفيدة جدا وبرده هنقلبها كويس جدا خلاص كده تقلبت هنضيف بقه معلقة كبيرة من الدقيق وهنخلط البطاطس كويس جدا وبعد كده هنضيف بيضة مخفوكة البيضة دي عشان يمسكوا معي البطاطس وتطلع بالشكل اللي انتو هتشوفوه في الاخر والعجينة بتكون ثلاثة كده عايزة اقول لكم حاجة ان نوع البطاطس اللي انت بتستخدميها بتختلف من نوع لنوع تاني على حسب النوع اللي انت بتستخدمي اهم حاجة يبقى بالقوام والثلاثة اللي انت شايفها زي حضره بقى معي صنية كيك كأني هعمل كيكة بالضبط وهدهنها بقى زبدة زي ما انتو شايفين كده ما عندي كيس زبدة ادهنيها زيت عادي مفيش مشكلة يعنيش هنقف على اي حاجة لازم ندهنها من كل الجناب عشان ما تلزقش معي هنسويها بقى بالشكل ده في الصنية بتاعتي بدهر المعلقة ولازم جدا يكون معيك طبق في مية تدهني كده وتساوي هتبقى سهلة جدا معيك بصوا مشاء الله جميلة ولازم تعملوا حرف كده من الجنب عشان الحشوة اللي احنا هنحطه بالشكل اللي انتو شايفينه ده بس كده يلا بقى نعمل الحشوة مع بعض في توسع النار فيها معلقتين من زيت وانزلت على طول البسلطين متوسطين واول ما ياخدوا لهم كده حاجة بسيطة هتنزلي على طول بالفراخ اللي انت مقطعها شرايح صغيرة زي الشارمة كده ولازم ياخدوا الصدمة دي لازم تسمعي الصوب ده التوابل بقى اللي انا استخدمتها ملح توم بودر وفلفل وبابريكا وتقلبي بقى لحد ما الفراخ هتنزل مية كده وهتستوي بعد كده هتضيفي على طول الكريمة ربع كباية مش كتير يعني كريمة الطاهي بجده ديها طعم مميز جدا وبعد كده اي اخدار عندك انا استخدمت عندي جزر بسلة انت ممكن تستخدمي اي اخدار في التلاجة عندك متاح يعني وتشوحي بقى الميكس ده كويس قوي لحد ما يستوي وعلى طول بقى هتنزله باي زاتون عندك زاتون اسويت زاتون اغدر اي حاجة هيديله طعم مميز جدا دي بقى اصلا هي اللي احنا عملناها مع بعض وسط التجويف اللي احنا عملناه هيساعد ان الحشوة ما تفكش مننا ولا تطلع من البطاطس وهننزل على طول بقى بحشوة الفهيتة اللي احنا عملناها بالخضار بصوا ان شاء الله راحت هتجنن اتمنى ان انتوا تجربوها يعني وعلى طول هنحطها بفايل كده ففورد من درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة خلاص كده خلصت دي شكلها بصوا اول ما الحروف كده تبقى متحمرة بالشكل ده هي كده خلاص جاهزة معنا واخر حاجة هنعملها خطوة الاخيرة هنحط بقى اي جبن عندك اي ميكس جبن انا كان عندي شادر رومي ومودرلا حطيت بصراحة هنحطها عشوة لمدة دقتين مش كتير يعني بقى بالشكل المشاء الله الرهيب ده هتفكوا كده من الاحرف تفتحه الصينية بقى بصوا ما شاء الله شكلها طحفة دي تورتة يا جماعة هتقطعيها بقى اي شكل انت حباه بصوا الولادة يحبوها جدا بصوا ما شاء الله اتمنى الفيديو كنا الاعجابكم لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة